مناف الشمر هو حكاية إبداع عراقية جديدة حيث نجح هذا الشاب رغم الإمكانيات البسيطة المتوفرة لديها بصناعة سيارة مبتكرة حملت اسم أسد بابل ليحفر بطموحه اسم محافظته التاريخية في مجال الإبداع السيارة مدة انجازها صارت تقريبا شهر وتقريبا عشرين يوم يعني خمسين يوم قبل سيارة والمواد الأولية كانت مواد مستهلة كبعض الشيء سيارات قديمة مثلا عدك الأكسي للتاير المحرك الباقي كل حد جبنا حديد جاهز سميتها أسد بابل المحافظة العريقة لأن محافظة بابل قدمت علماء على عصور الزمن من الزمن الآشور والكلدانيين لحد هذه اللحظة محافظة بابل تطي مفكرين ومثقفين ومن بين أبرز الأسباب الأخرى التي دفعت منافل صناعة سيارة أسد بابل هو انتشار سيارات الستوتة سيئة الصيد في أسواق العراق نظيرة الستوتة هي على المودة تكون شغلة نظامية لاعقة بالشارع لأن المساوة التي تأتي من الستوتة هوي وعلى الرغم من انخفاض تكلفة إنتاج هذه السيارة والتي تبلغ فقط ثلاثة ملايين دينار عراقية لم يجد منافو يد العون لتوسيع مشروعه الإبداعية أتمنى من الدولة أن تقدمنا بعض السيولة أو المساعدات لهذا المشروع موالتنا البسيط اللي قم بمساعدة مجتمعنا العراقي ويبقى منافك باقية المبدعين العراقيين من أبناء جيله لا ينقصهم سوى دعم حكومي جاد تجاه هذه الفئة التي يحارب ويهمش طموحها بشتى الوسائل موسيقى